اشتركوا في القناة في الهدف في الكلاسيكو التقليد الجزائري وتقدم أصحاب الأرض عبر هدف زيتي في الدقيقة الثامنة ليرد العميد عن طريق بن براهم في الدقيقة السادسة والعشرين قبل أن يمنح المهاجم جليت الفوز للعميد وفريقه العاصمي في الدقيقة الثامنة وثلاثين من عمر اللقاء وبهذا الفوز يرفع العميد رصيده إلى النقطة الثلاثين ويرتق إلى المركز العاشر متخلفا بنقطتين عن شبيبة القبائل صاحبة المركز التاسع عاد جمعية وهران بنقطة ثميرة من ملعب أول نوفمبر بالمحمدية بعد فرضه لتعادل على الفريق المحلي تحدى الحراش بثلاثة أهداف لثلاثة في مباراة ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الرابطة المحترفة لولا موبيليس جمعية وهران كانت سباقة لفتح مجال التسجيل عن طريق المهاجم جمعوني في الدقيقة الثانية عشر من الشوط الأول قبل أن يعدل الاتحاد النتيجة في الدقيقة التاسع عشر على طريق المتفع كنيش ثم ضعف النتيجة مزاري في الدقيقة الواحدة والثلاثين يعدل جمعوني نتيجة في الدقيقة السادسة والثلاثين ثم أضاف المهاجم عواد الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثامنة والأربعين قبل أن يعود اتحاد الحراش من بعيد ويعدل النتيجة بفضل المهاجم بوم شرق قبل نهاية اللقاء بدقيقتين نظن أننا لعب ندد فريق ممتاز عند اللاعبين ممتازين عندهم خبرة أكثر من توعنا ونا لكل حال له مؤمرني راضي على الأداء وراضي على النتيجة وهذه تسجعنا باش نلبو المقابلة الجاية في ظروف أحسن إن شاء الله إن شاء الله نتمنى في المقابلة الجاية إن شاء الله نكونوا أكثر تركيز إن شاء الله أدأتنا لم يكن منها كل شيء من جمعية وهنا نصلوا أوكازيون دخلوا بيان مركبنا نحن نسي نعدلنا نتيجة دنا الزوجة ما كنا نسي نسيطر بيان لغالب هذة هم اللي ماشر يكونوا خطرة تكونوا مليحهم وترباء خطرة تلعب غاية وتخسر هذا هو الفوت هذا وحقق أمل الأربعاء فوزا ثمينا على الرائد منودية بيجاة بهدف لسفر لحساب نفس الجولة المباراة التي احتضنها ملعب اسماعيل مخلوفي بالأربعاء عرفت إثارة كبيرة بين الجانبين وتكافؤا في اللعب مع سيطرة طفيفة لأصحاب الأرض في الوقت الذي كانت فيها المباراة تجهل التعادل السلبي جاء البديل مومن بيلال ليمنح أمل الأربعاء هدف الفوز في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء ليرفع بذلك أشبال المداري محمد مهوبي رصيدهم إلى النقطة الخامسة والثلاثين ويحتل المركز الخامس فيما تجمد رصيد منودية بيجاية عند النقطة التاسعة والثلاثين في ريادة الترتيب هذا وانتهت قمة ملحب عشرين أوتب العاصمة بين شباب بلوزداد وشبيبة الصورة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف وافتتح باب التسجيل لشباب بلوزداد بوبكر ربيح في الدقيقة الخامسة والأربعين ليعدل الكفة المهاجم محمد أدو للصورة في الدقيقة الخامسة والخمسينة من عمر اللقاء نقطة لا تخدم كلا الفريقين في سباق البطولة هذا يسرحنا على تباقي في المشارات ليست في البطولة لا يلعبس يبق علينا فتح فتح أن تقوم بلوزداد موسيقى كما اليوم يعني يا بات برولم الشي اللي نشوفه فيه ورقمتشو تلاحظوا فيه انتو ما امام الشاشات يعني كين مشاكيل كبار يعني في مستوى العنجمان دي ما تشو كل شي يعني نتمنو اللي يستهل يطيح يعني كوراوين يستهل ولي ما يستهل يعني ما يستهل حقو نتيجة ايجابية من فارقة كم يقول لك صعب داخل الميدان تاعه الحمدول اللي على كل شي مشارة طمأن صارنا الصورة جامعة ان شاء الله جينا هنا لسير بي باش ندروا حنا الريزيطة بوزيتيف الحمدول لها ربي ربي ما خيبناش اكتشو تخلنا باورغانيزي داخل تيرا مع تعليمات 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 حمدول لها ام بان خريم اللي ما تشاهد ضيع الوفاق سطيفي فرصة الصعود الى صدارة الترتيب بسقوطه على ارضه وامام جماهيره بهدف دون رد امام جمعية الشلف المهدد بسقوط الى الرابطة الثانية وسجل المدافع محمد نعماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة والسبعين من اللقاء لترتقي الجمعية الى المرتبة الرابعة عشر برصيد ثمانية وعشرين نقطة في حين تجمد رصيد الوفاق في النقطة الثامنة والثلاثين بالمركز الثاني هذا ولعبت هذا الجمعة مباريات الجولة الرابعة والعشرين لرابطتها المحترفة الثانية موبيليس وجاءت نتائجها كالتالي وعلى اثر هذه النتائج كان ترتيب البطولة لرابطتها ثانية كما يلي اشتركوا في القناة وفق رئيس مجلس إدارة نادي السيلية عبدالله العيدة تأجيل حفل تكريب المنتخب الجزائري لكرة القدم وتبادل الدراع مع سيد محمد رورا ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى يوم الأحد بدلا من مساء هذا السبت بناء على طلب البعثة الجزائرية التي اعتذرت عن عدم إمكانية إقامة الحفل كما كان متفقا عليه متعدرا لها ومتحججا أن هناك العديد من الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمعسكر الذي يقيمه محارب الصحراء في الدوحة هذا وأن كتيبة الخضر تقوم بالتدريبات بصفات يومية على ملاعب نادي السيلية الرياضي استعدادا للمباراة المقبلة أمام منتخب سلطنة عمان هذا الاثنين ذكرت العديد من التقارير الصحفية عن عزم إدارة نادي كريستال بلس الإنجليزية الضفر بخدمات المدافع الأيسر لنادي نابوليا الإيطالي والمنتخب الوطني الجزائري فوز غلام خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا للمصادر فإن النادي الإنجليزي يجهز عرضا بقيمة 9 ملايين يورو بعدما فشل في انددابه خلال المركات الشتو الماضي بسبب رفض إدارة نابوليا الإيطالي التفريط في لعبها وارتباط اللاعب بالمشاركة في كان غينيا الاستوائية مع الخضر أكد تقارير إعلامية الإنجليزية بأن إدارة نادي وورف هابتون الإنجليزي تفكر في ضم دولية الجزائر الرياض محرز لاعب ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة كما وضعته كأولوية ويواجه نادي الذئاب صعوبة كبيرة في الضفر برياض لأنه يتواجد بمفكرة العديد من الأندية الراغبة في استقدامه بدورها في المركات الصيفية هذا ونشر تقارير صحفية تركية خبرا مفاده رغبة إدارة نادي ترابزونس بورا تركي تمديد عقد اللعب الجزائري سعيد بالكلام الذي لا زال مرتبطا بعقد مع نادي واتفورد الإنجليزية ويعود الدولي الجزائري إلى المنافسة مع ناديه التركي أو المعاري إليه بعد معاناته من الإصابة في الآوينة الأخيرة من كرة القدم إلى كرة الياد داين فاز المجمع البترولي على نادي لابير بنتيجة 21 مقابل 15 نقطة بمدينة أغادير المغربية لحساب الجولة الرابعة من كأس العرب للأندية البطل لكرة اليدي سيدات وكانت فتيات المجمع البترولي قد فزن على نادي لابير خلال الجولة الأولى بنتيجة قدرت ب32 نقطة لـ 23 بفضل هذا الانتصار اعتلى المجمع البترولي الصدارة رفقة الأهل المصري حيث يمتلك الناديين 6 طنيقات في انتظار مباراة هذا السبت التي ستجمعهما والتي ستحدد بشكل كبير الفائز بكأس الدورة التي تلعب الجولة الأخيرة منها هذا الاثنين وبأخبار كرة الياد ناتي إلى نهاية أخبارنا الرياضية دمتون في رعاية الله وحفظه سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة